بعد بريك رجعنا لها الحلقة النارية مع المحامة والمحالة السياسية جوزيف أبو فاضل نلمزح نصف جد من تليفزيون الآن إذا ملحقتوا تحضروا الحلقة لايك أنت سابسكرايب على تشانل يوتيوب تحضروا الحلقة على يوتيوب أول شي هلأ نحن بمطلوب منك عن جد يعني اليوم في تحديات في الشابة تواجهها الشي ما بتحب قالوا لي ما بتاكل ملوخية ما يعني يا بتجاوب تتضل يا بتاكل ملوخية شو رائك؟ هو عجيب ملوخية لأ في ملوخية عاكيد شو ملوخية سأتيت لدي شي بيخوف؟ ماينقلش منا بدوئش ما بتاكل منها آبدا؟ أنا مبدوئا عليك ما طيبة مع الجاج أحوظ بالله لو مع الجاج لو مع فيل ما بكلو لو مع الفيل ما بكلد لحد درجة في حد ما بحب الملوخية أنا مبدوئة أف! مارتي بالبيت بيعمل و بيأكلوا أنا مبدوئة لكن مطلوب منك عن جد جاوب يا بتاكل ملوخيه مطلوب منك عن جد ابو الناج جوزيف ابو فاضل شو اكتر صفة من هالصفات عن جد بتمطبئ عليك متطرف عنصري تمييزي زكوري وزا ما جوابت بدك تأكل بيكل ما قدرز لا بدك تأكل ملوخيه رز نسيلية مهني رزيات طيب انا اصلا بدي لقمك لا انبك تلقمك شو انجغاء ابا ابطر جان لا انا بقول افيون بجاوب 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 شو هني متطرف عنصري تمييزي زكوري متطرف انت منكذب على بعض متطرف لاجل لبنان من من هالإعلاميات ما فيك تتحملها بولا يا عوبيان إعلامية سابقة نائب حالي ديما صادق نيكول حجل او جيسيك عزار لا ما بحبه اللي ما بطل في غلاف معه بس انه ما بحبك اعلامية بولا يا عوبيان اه ما بتحبك اعلامية لا لا ما فيك تحملها ايه مش ما بتحملها يعني هي خفيفة بتنحمل بس انا ما بتشو احملها هلا بتتشك علي بترشع لا عن جاد بولا مهضومة بس انا بالإعلام هي قديرا بتحب ديما صادق من الإعلام ليه ايه ديما صادق ديما قلوا عمرك ما بتحبه اه لا لك شغلي ديما بتعلق على شغلي وبتركز عليها ديما اذا بتركز على شي بتحرقه بتحبشه ديما اعلامية مهمة كثير بس مشكلتها عقله يساري اه لا بتحب اللي عقله يساري لا ما فيه اتفاهم معهم بس انو بحضرها لديما ايه مثلا مؤابدة بولا يعوبيان مع رئيس الحريري بالسعودية ما استهضمتها ما استهضمتها لا 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 قابلوا لبعد يعني لا بتبريرات لا بتبريرات اللي عملتهم بعدين ولا كنت عملتها انا ما ما حبيتها هلا هون فيه سؤال بس جوابه معروف السياسة اللي ما فيك تتحمل تسمعه او تشوفه خلنا نشوف سوا خلطا نشوف حطيلك جبران باسيل سمير جعج عنا بيهبري وليد جبلاط اكيد الجواب يعني معروف شوه لا هلا اه لا اكيد ما يعني انا فيه يقول لا يعني مالباسيل بدي اكل ايه بك تاكل باكل رز يعني انا جعت جاج مع شوية لخي لا او لا نتفين ليه لا انا لا لا صراحة انا قللك شو شو قللك جملي بس تنزل كلها اي انا جبران باسيل عصائد الشخصي ما بكرهه زلمي زبط حاله الله فتح بوجه طلع له يعني شو كان عبي خلاله لا 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 طلع له طلع له بالجهاز بوزارة الطاقة اي مش حاله انا بين هؤلاء الاعلاميين اللي بيستفزني يعني بس مش بيستفزني هؤلاء السياسيين اللي ما بينسمع بين السياسيين سوري اكيد جبران باسيل ايه ليه ما بينسمع اخي استفزازي ام وكل ما يسبني بسبوا انا 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 اذا مثلا هوني بطلوا يسبوني ما بسبوا شو غريب لي بيتي لا في دام بيني وبين ولا في شي اه واحدين عايمنا ما كانش خلق بعض شو بايك عالي ش حمره جبران اه ما بافضي عمره اليوم خمسين 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 بعد وقع شو اصغر منك شوية تلتعاشر سنة طيب شو ما انني انا نهيني يعني صغير انا كنا عمل ايتي انا برأيي فوق الخمسين اي واي كنت انا عجيمة هاي كازيان خمسة وسبعين عملي 14 سنة اه اوكي اطويس شو لك كان شو عملي قاتلي كانوا بيعطينا اننا نحطان المصر في لبنان كان هو بعده ما خلي او كان لابس شورت شو كان عمرك لك واني ايدي لك زلاعيمة شو هيدا شو وانا كنت انا معروف يعني شو كان عمرك 14 سنة اي مع بوسي اش ار مع اليح بايقة مع توني بريدي توتو مع بتروس خوانت مين هنال مين ها اصحاب من 1976 انا بالمجلس الحربي من 1976 مع الشيخ بشير اوكي ما زلنا نحن نضفنا المجلس الحربي كان بتلاقي هون جتط هون بتلاقي جيف حيوانات اي ما كان مستشفى الدرن حدو وابقنا تحت ل84 85 وانا سفرت على امريكا بعدين سنتين احا حا وقت قصة الانقلاب خلاف اي وقت خلاف جعجع وابيئة فلاف اكيد اتفذت honoringا في الخلاف عند خيأك عند خيأy ولatori لم أضلت بأماركا تشملت بعدين لدينا الاتصالات لم تكن على المقالات التباه على المنطقة ورجعت pingت pel которая جئت للشركي و bodies نعملنا بإ encuentنا ببرمانة وبعبدات و مع فؤاد أبو نظري ببوسي أشعر وجمعنا و أنا كنت لمشتهم многواني و بالمنطقة بعدين هم الamps اختلف أم رئيس جميل سم جنرال ميشيل عون يعمل رئيس حكومة انتقالية لحظة خير أكيد أم هدد نحن هيك اللحظة أم الرئيس أم الدكتور جعجع يومتا قال بده يفوت على المطن ياخد كل شي بما فيه الساكرات طبعنا هدنا ببيتنا أجا ميشيل عون بعدين قال أم بده يخلص المنطقة في مشينا معهم أم هدنا ببيتنا كنا نعرف أم هدنا ببيتنا وهدنا بيوت غيرنا ما عاش في شي يبقى لنا وجودك راحة الشرقية وراحة المسيحية وراحة الشرقية طيب ليش بطوصة تخلي عائدك بعيدة عن السياسة جو السياسة مجوة خوفا عليها أو بصوت هديد ووصل لك لا ما حدا بهددني أنا أصلا ما تفرق معي محدد أنت لا ما نعم كنت أيام داعش أكيد وفرعتك هي قطلعت معك حالها وبعتولي تهريد داعش ونعيوني يعني من يطف رأسه رضوطا لله عملوا فيه فتوى صار يقولوا لي جامعة أنه خي أنت ما فيني يمسوك بشعرك أصولك رأبك ويجب أن يمسوك بدينك من يطف رأسه مرضاة لله عملوا فيه فتوى المنبر جهادي تبعهم تبع داعش بدينك يومتا أنا هجمتهم ليه بتشدد دائما أنك ضد إقرار قانون إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها نعم المسيحية يصيروا إلال يصيروا 5% و10% يعني أنت مش عن سوريا خيب سؤال أنا إذا هلأ مسيحي إليه مناصفة بس هلأ على قد النسوان لش مجاوزين فلسطينيين وسوريين يعني مكتر هلأ بسورية إذا سورية أخذت فلسطيني بيعملوا يعني نبدو يا بس ما بيعطوه جنسية لا لأولاده أبدا بالأردن نفس الشي طب أنا شو بيفصلني أنا عن الفلسطيني أو عن السوري هالخشبة طب شو القشبة أنا عايش نفسي مثلهم نفس الأكل ونفس الشرب ماذا الخشبة أذلك؟ أنه الحدود المحضوظة إنه لو ما أجوا سايس في كو ما كانتش في الحدود ماذا بيعطوه جنسية ياخد إقامة مجاملة دائمة وأهل وصالة فيه بيأخذ اليوم بيكافش 3 مليون سوريا ونصف مليون فلسطيني وين بدي روح بعد أنا؟ ماشا عنا مطرح يعني شو يعني إذا أنا بيحكي هايك بيقولوا يعني خلي حط السنة حلو محلي أو الشيعي أو الدرزي أو الأرثوذوكسي لا عفوا أرثوذوكسي معنا مسيحي شو عم تلتش نالي؟ لا لك إيه شو شبكتها بردت فعل أنا ضعياتي أغلبيتها أرثوذوكسي ضعياتي بعرف ولو أنت بنا وأنا أحبهم كلهم لأنه هوا حصي وأنا أحصتهم طيب أي وزيرة أي وزيرة أكانت أفشل وحدة بين الوزيرات التالية؟ ماريك لود مجم بس أنا ماني حاطة بين مايش دياء وريل حسن زينا عاكر ليلة صلح إحمادي والله كلهم ممتازين لا طب مين؟ صف اليوم من الأحسن للأسوات؟ لا كلهم من الأحسن أربعتهم أنا أفشل وزيرة بإيه لي ماريك لود نجم لا لأنه لأنه حطت نقرة من نقر ياريخ سلامي راحت العدلية لأنه حطت نقرة من نقر ياريخ لا لا راحت العدلية عايامة عايامة خي العونية إلو مستلمين العدلية إلو بعدين هي ميش عونية عملت حالة عونية صارت وزيرة التحدي للبعدين فلت عبيتها رجل على المجتمع المدني وصارت بدأت تطلع من العونية بس هاو جماعة أول شي ست ليلة صلح يعني أنا في أشي أحكي عنا ما الله يبارك فيها يعني ست ريال حسن ست ماشي دياء ست ليلة صاري عكر زينا عكر زينا عكر إنه كلهم كانوا مميين مراكزهم وأصحابنا وأحبائي بقلبي أنا بحبهم طيب صف اليوم من الأحسن كلهم مين أحسن وحدة فيهم؟ كلهم نحن كلهم نحن ولا يمكن ولله كلهم نحن هل تجد ريال حسن مرشحة جيدة لرئيس وزراء في لبنان؟ معلوم وليلة الصلح ممتازة وليلة الصلح ممتازة سوبر ممتازة أكيد للة الصلح أكثر تحب أن تكون في مرة رئيسة؟ يا ريت ولله إذا يأتي رئيس جمهورية مارونية إذا لم يأتي مرة أحلى مثل مين؟ بما كان بلطف المجتمع بيروق لماذا تقول مثلا زياد بارود منك؟ محامي مثلك مثله مثلا؟ زياد بارود عراسي وعيني بس زياد بارود إذا حكم يعني بيرجع جبران بيسيل بيحكم ست ستين مثل ما عم بيقول جعجع يعني أنت لعيته زياد بارود رئيس زولة جبران؟ لا لا مش هكا هو جبران عم بيقول أنا وقت طلع جنرال عون رئيس فقامة الرئيس عند رئيس بشار الأسد قال له وأنتو صار في حديث أنه جنبلات وجعجع وكاني وماني أنه رشحته جهد أزعور ما نحنا أنتو عندك حلفة قال له نحنا حطينا جهد أزعور بالواجهة بس نحنا بلنا زياد بارود أنا من هالمنطل قاعدة زياد بارود حكي فيه بال يعني مرشح جبران باسيل هو؟ مش مرشح أكيدة قريب منه كتير ايه مرشح جبران باسيل ايه لا 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 هو الوزير باسيل المرشح والحقيقة ومرشح الرئيس العون الحقيقة الوزير زياد بارود بس أنا لا أنكر محبتي وصدقتي واحترامي لزياد بارود حرقت وحرق معلمة ما حرقت شيء أنا ما عم بحرق هو وزير موجود فيه وبلية نون هلأ المركزية الإدارية والمينية المحتوط هو عامله زياد بارود مين من هالنجمات بتقول له نخليك بالفان وما تشتح بالحكة خاصة بالسياسة إليسة إليسة سينية عبدالنور نوال الزغبي نجوة كرام إليسة بتقول له هاك؟ إليسة ممتازة حلوة وخرج أغانية وأغانية بيجان أنه وأنا بحبها كتير بس ما بعرفها وخرج ونعمة وكل شيء بس يا خي السياسة مش لألة مش لألة لا لا سياسة ما شفت لك شو حلوة إليسة سينية عبدالنور مثلا حلوة كتير لا ما تحكي سياسة أنا ما لازم حال يحكي سياسة مثلا نوال الزغبي لعبة على المسرح والنجوة كرام أرزي من أرزيات لبنان أرزي من أرزيات لبنان إليس أنت من أغنية هايفا أكثر شيء؟ أنا بالشكل بكل شيء لأنه دائما بجي بسيرتها مرع لتلهم بالمنار بس شيء أيمتها أيمتها ما بفت أمتها بيتفق بريء مع عون مع عون لتلهم لو بضطتها هايفا على المنار طب في أحلى من هايفا؟ بدي سارك في أحلى من هايفا؟ لا صراحة لا دواء إذا عميجعك راسك بل ما تاخد بنادول فرجع هايفا وهو الستات كلهم حلوين مع هايفا وهبي نروح على تاني بريك بحلقة الليلة وبعد البريك عم تمزح أكيد بريك روح أبناش وصلنا للفقرة الأخيرة تحديين بفقرة عم تمزح أكيد إذا لم أحضرتوا الحلقة على التليفزيون تحضروها على يوتيوب لينك أنت سبسكرايب تشانيل يوتيوب قناة الآن وبترجع بتحضر الحلقة مع الناري جوزيف أبو فاضل محامب ومحلل سياسي من الطراز الرفيع بيعطيك الكلمة اللي بدك تسمعها جوزيف أبو فاضل أهم خوفك العلو تخاف من العلو ما بتحب العلو الآن الفترة صرت يعني بخاف من العلو بس عم بتتأقلم عم بتتأقلم كيف يقول لها السيبة؟ بلا بطلع ما بخاف من السيبة للآخر للآخر اللي هو الفول فول فول بتقلب فيي ايه؟ لا بحدي لك إيها أنا تفتح هيا بطلع بحدي لك إيها لا فيك تجاوب ما تطلع فيك تجاوب ما تطلع يلا بين إنك بين إنك تطلع أربع درجات أو تخبرنا عن سبب خلافك مع خيك سيمو أبو فاضل للسنوات أو تصرح عن دخلك الشهري أدي دخلك الشهري هلا مش همطيلة يعني إلي فترة مش همطيلة ثلاث ستين ما أطلع كثيرا أدي كين قبل؟ كنت طلع كنت طلع كنت عايش مرتاح فوق الخمسين أبو دولار الشهر؟ خمسين ألف ايه شو أقول لك أنا عاي في وهبي أنا؟ من المجي باقي في خمسين ألف أديك طلع بالشهر؟ ما عم الحفلات لا طلع لا ما فيها لا ما فيها المبالغ لا مبالغ كثيرة نحنا مشتغل عصائد السنوي بنقدم فيهم ضريب الدقل ها معروفين أنت المحامات لا تقبل لك مساري؟ لا وفي السياسة لا تقبض بالسياسة أنت؟ لا يعني الدول لا تهدي سوريا لا يأتي كمساري من سوريا؟ لا لا أبداً؟ لا 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 ولا من حزب الله؟ ولا من رياض سلامة؟ لا 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 أنا كنت مستشار مصر في لبنان؟ مصر في لبنان أعنك معاش؟ أكيد ده كم عاشك؟ ماشي ثلاثة أربعة ثلاثة دولار بس؟ بس آخر فترة صار ميتان دولار وفي المحامات آخر ثلاثة ميتان دولار طالع الحمدلله عايش مرتاح مكتبك منيح؟ اه مكتبنا منيح نحنا ثلاثة أربعة محامين مكتب أستاذ أبو فاضل منيح مش هال مكتب منيح يعني عادين فيه شغل الحمدلله عايشين على الأد يعني نحنا ما بدنا نقول أنه من طالع أموال طائلة لأنه المهني هلأ وضعه ومحاكم سكره وكذا والعدالة بتقوم على قضاء ومحامات إذا فش عادلله طيب شو سبب خلافك الشهير لسنوات مع خيك سيمو أبي فاضل؟ خيال الحقيقة اه وقت إجه أبما يوصل جنرال عون سيمو كان مع الحكيم مع الميلة 14 قدار اختلفت مع خيك ما حكيت معه مرة السياسة؟ اه اف هل هذا سبب الحقيقي صار يفتح براكز العونية ويدعوني أحكي فيها اه صلت أنا روح بلش توتر عليها ووجد جنرال عون واختلفت معه على الأخير قف للألفين وخمسة انت عادت خيك مرة مش العون؟ اه هو عاداني مش أنا عاديته هو عاداني وهو رئي صلحني وانا ويا بقى الف خير الله وانا ويا ما في مشكلة كم سنة؟ تناول أنا عاديته ما في مشكلة كم سنة؟ ألفين وخمسة للألفين و و ستعاش سبتعاش اثنى عشر سنة ما بتحكم مع بعض؟ اه ولا تكون مش أصحاب؟ ماك بها الفترة؟ بلا 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 بها الفترة؟ بشوفوا بعضهم بلا بشوفوا بعضهم بس نلتقى من رسمة ما بتندم جوزيف؟ انا مش ندمين عشيه بس مرحلة ما عليها كان إلى قيمة بس انه يوم تندم انك عادات خيك كرميل ميشيل عون؟ اكيد خيك يعني انا مش أنا عاداته اوكي اه اخي شي كرميل ميشيل عون يعني حتى خراب لك عائلتك؟ مشكلتي مشكلتي انه انا انا اعطي خير بيتني اذا بيت نعبي شخص خلص اشتادت عائل انا هلأ انا هلأ بكون بسوريا بجيبه وصيرت الشيخ بشير الله يرحمه او بكون بشي محل بجيبه وصيرت إليح باية بعمل مشكل بعلق انه يوم ما تجيبه وصيرته ببطلوا يحكوا عني ببطلوا هالآن بتروح فيها للإخير ايه اذا كنت بسوريا الشني مش طالع على الشام بس انه ما نتلحكي يعني كل بيعرفوا كله انا ظلمي صاحبي صاحب ما بترك صاحبي طيب تحدي الأخير قبل ما تخلص الحلقة بين انك تكشف السبب يا بتعربيش على الآخر لفوق يا بتكشف السبب صارت سيئل السؤال خمس مرات بس مقصموا لا 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 هلأ سبب تاني هلأ يا بتعربيش على فوق فوق يا أما بتكشف عن السبب اللي خلى خالك رئيس تحرير العام بالديار شارل أيوب يطردك من العمل في جريطة الديار لا أنا فلت لا طردت أنا فلت أكيد والله العظيم شو السبب بصر شيء بتشوف تلفزيون نيو تيفي أنا جريطة الديار بحبها وبحترمها وخالي وكل شيء صحيح مش عمشوفه لفترة طويلة ولكن هذا خالي يعني بعزه وبحترمه وكل شيء وبقدره وجريطة الديار أكيد أنا إلا فضل علي بس أنا في 2007 اختلفت مع مسؤولين بالديار بطلع على التلفزيون مع كاترين حنى قلت لي مش عم تكتب هالفترة قلت لها أنا ما مكتب مع فو فو نونو فيه اثنين أذف أي والله يوم تزعلت أنا وياه وفلّيت أنا من جريط ليش أنت قالت ليش مين كان فو فو نونو بوقتها فيه شخصين اسمه منبلش واحد بالفا واحد بالنون أه قلت لها مين هني إلنا ياه خلاص احتراما لقلهم جميعا فعاد يعني واحد فوق لا ما بدي اقول فعادي ما خلاص شو ما كان بقى أنا عم قللك السبب لك وين والتلفزيون أنا ما حدا أنا عملت حالي وفلت بال2008 يمكن 2007 فلت وخلاص وأنا صرت اكتب كتبت فترة بالسفير كتبت فترة كذا محل وموجودين المائلات وبعدين صرت اكتب بكذا محل بعدين قلت كتابة خلينا يعني وأنا كنت عامل كتاب للقضاء كلفوني فيه ربطة الأضاء ودامة الأضاء وعملت لهم كتاب اسمه موجزة طريق العدالة في لبنان وبكرا لو عرف هكا بكتسألني هداتك بكرا بتهديني بكرا بهديك بفيدني أكيد حلو كتير وعند تاريخ القضاء كيف تأسس حلو يعني وأبرز المحطات أكيد ومن أيام الأسمانيين أوف وانت من أن جايب هذه المعلومات كلها كلها مشاغل عليهم عمل دراسات عمل أبحاث أكيد كتاب حلو كتير بي عشبك كنت عم بعمل كتاب مرجع عدالة لبنان وأنا الكتاب عمله بتسعة شباط بأربطعة شباط استشهد رئيس الحريري ايه بقى طبع الكتاب وبكرا بمفرجيك رجعت تزور أمك في فترة قطعت ايه كمان ما أمي التزمت مع سيمون بقى صار كبرت لخنائقها بالعالي يا لطيف وصعت أمك مش عونية أمي لا منا عونية بحياتي بحياتي أمي منا عونية ما بتحب منا عونية ما منا معه لا منا معه بس أمي مش مع حدا أمي مع بيتها واليوم أحسن وأمي أديرة طويام نيح أكيد أمي ولو بطلع بصلى إيدها أمي جزاوة بفاضل بأنك تختم الحلة أنت عم بتغني ولا تطلع على السلم والشباب يغنيوا شو بتناه لا الشباب يغنوا اي طلع على السلم لا ما فيه لا يلا مين بتحب تسمع غنية بالآخر مين تحب من الشباب؟ بلا ما تطلعنا على السلم بلا ما تطلعنا على السلم شوية صغيرة مين من الشباب بتحب؟ مين بتسمع؟ آآ لبناني آآ بدك ياه ملوخي ما أكلته سلهم ما عم تطلعتين اسم فنان مين؟ البدك ياه وقلكفوري من الحمزان مين؟ كلهم البدك ياه أكتر واحد بتسمع لهم مين صاحبك؟ صديقي من الحمزان حبيب قلبي يلا روح من الحمزان لك نختام الحلقة بشيلة من الحمزان آآ بدي حبك شو قلتي؟ وزين العمر كمان وزين العمر كمان صديقي يلا تفضل طلع معين يلا واحد اتنين تليب وشادينا بشوفكم جماعة الشابي حلقة جديدة يلا واحد عم اهلاك بدي حبك شو قلتي؟ قبلتي ولا مقبلتي؟ بدي حبك شو قلتي؟ قبلتي ولا مقبلتي؟ فارد حب عليك فرق غيمل بتشتي عالقرض هبتستأس انت تشتي هبتستأس انت تشتي مش عم بسمع شو قلتي مش عم بسمع شو قلتي؟